إلى عربي بوست غارة أمريكية نادرة بالحسكة السورية وقوات خاصة نفذت عملية إنزال جوي لقتل قيادي بداعش نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين أن قياديا بتنظيم داعش قتل في غارة أمريكية نادرة على قرية ملوكسراي بمحافظة الحسكة شمالي شرق سوريا ليلة الأربعة الخميس كانت تلفزيون النظام السوري الرسمي أعلن في وقت سابق الخميس أن قوات خاصة أمريكية نفذت عملية نادرة في القرية التي تسيطر عليها النظام ومسلحون أكراد مدعومون من واشنطن قتلت شخصا واحدا وأسرت آخرين في السياق أشار تلفزيون النظام السوري عبر قناة تيليجرام إلى أن طائرات هيلوكابتر نفذت إنزالا على قرية ملوكسراي لكنها لم توضح هوية القرية في الوقت ذاته نقلت وكالة رويترز عن عدد من أهالي القرية شهاداتهم التي أكدت حدوث العملية إذ قال أحدهم إن طائرات هيلوكابتر أمريكية هبطت في القرية بعد منتصف الليل وطلبت من السكان عبر مكبرات الصوت البقاء في منازلهم وإطفاء الأنوار وضف أن العملية استمرت عدة ساعات ولم يحدث تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمريكية لكن رويترز نقلت عن مسؤول عسكري أمريكي لم تسميه قوله إن القوات الأمريكية نفذت غارة على القامشلي في شمالي شرقي سوريا واستهدفت عضوا في تنظيم داعش من جانب آخر نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد سكان القرية قوله إن الجنود الذي نفذ العملية طلبوا من الأهالي أن يلتزموا المنازل مشيرا إلى أن القتيل يدعى أبو حايل وهو من قرية في أقصى الشمال الشرقي لمحافظة الحسكة ترجمة نانسي قنقر